تحذير عاجل من الشعبة العامة للذهب للمواطنين مشاهدي ومتابعة تلفزيون الوطن أهلا وسلام بحضراتكم في نشرة الرباع عصرا بتوقيت القاهرة في الفترة الأخيرة انتشر مصطلح جديد لم يكن موجودا من قبل يسمى سبائك الذهب البلدي هذه السبائك بيتم ترويج لها وبعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وده بيخالف مواثيق العمل والقانون وبيفتح أبواب للغش والتلاعب التجاري علشان كده حذرت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية من السبائك البلدي كما يطلق عليها في الأسواق شعبة الذهب قالت كمان خلال تحذيرها للمواطنين ان ما تسمى بالسبائك البلدي هي سبائك غير مدموغة وغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمستهلك غير قانوني فبيتم استخدامها كماد دخام في المصانع والورش بس وبيتم دمغها ومعايرتها بعد تشكيل سواء كانت سبيكة رسمية أو مشوالات ذهبية يا جماعة خدوا بالكوا قبل ما تشتروا هذه السبائك كمان شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أكدت خلال تحذيرها ان سبائك البلدي كما يطلق عليها بتكون غير محددة العيار عكس الأصلية المصنوعة من عيار 24 لأكثر نقائك نقائا ده شكل الصورة أو شكل السبيكة اللي بتكون أصلية واللي بتكون مدموغة وبتكون عيار 24 ده شكل تاني من السبائك المنتشر على السوشيال ميديا وعلى منصات موقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك وبيتم الترويج لها على ان هي سبيكة بلدي عيار 24 وانها أصلية وينفع يتم بيعها وشارقها بشكل قانوني وشكل رسمي ده حذرت منه شعبة الدهب وقالت ان الكلام ده غير قانوني وغير حقيقي لأنه في النهاية ممكن حضرتك كمواطن لو اشتريت هذه السبيكة تتعرض للخسارة وتتعرض كمان للنصف أنا هأكد على حضرتكو ده شكل السبيكة البلدي وده شكل السبيكة الرسمية اللي بيتم بيعها بشكل رسمي وشكل قانوني وبتحمل الدماغات المختلفة المتعلقة ببيع السبائك سواء كانت من وزارة التموين أو غيرها هذه السبيكة موثقة رسميا وده بيجعلها صالحة للاستخدام طب ايه بقى نصائح شعبة الدهب للمواطنين لما يقرروا انه هم يشتروا مشغولات زهبية أو سبائك شعبة الدهب وجهت عدة نصائح للمستهلكين بعدم الانسياع لتلك الدعاية الكاذبة وشراء منتجات غير قانونية وأكدت ان السوق المصرية بها حالين العديد من الشركات المنتجة للسبائك واللي يعني الحقيقة مطابقة للمواصفات والجودة والدماغات الموثوقة واللي بيتم رقابتها من وزارة التموين والتجارة الداخلية وكمان مصلحة الدماغة والموازين كمان نصحت بالابتعاد تماما عن شراء السبائك غير المصنوعة أو القانونية اللي هي يعني شكلها بلدي زي ما الناس بتقول والتأكد بشكل جيد من المعيار وانها مطابقة للمواصفات وقالت ان الكثير من الشركات المتوفرة في سوق الصغر عندها القدرة على انتاج السبائك الزهبية المطابقة للمواصفات واللي بتخضع ليه الرقابة ومن المواصفات الصحيحة في السبائك الزهبية علشان حضرتك كمواطن ما تتعرضش للغش التجاري ويكون عندك مشكلة لما تشتري سبيك الزهبية ما تطلعش اصلية وغير مدموغة وبالتالي ما تعرفش اتباعها ممكن تتعرض كمان للمسائلة القانونية لان اغلب السبائك بتحتوي على ختم المصنع اللي تم تصنعها من خلاله بتكون مغلفة والتغليف ده الحقيقة مهم جدا لانه بيساهم في عدم التلاعب في السبيك وما تنساش حضرتك لما تشتري سبيك الزهبية يجب ان تحصل على الفاتورة لان الفاتورة دي سند ملكية وبتؤكد احقيتك وملكيتك لهذه السبيكة وان السبيكة دي صحيحة مش مضروبة انا عايز ااكد على حضراتكم قبل ما نقفل معاكم ده شكل السبيكة اللي ممكن تكون بتتباع يعني السبيكة البلدي اللي ممتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ارجوك بلاش تنساق وراء بيع هذه السبائك لانها ممكن تعرضك للمسائلة القانونية ممكن تخسرك كمان فلوسك وده شكل السبيكة اللي بتكون مغلفة ولما تشتريها يجب ان تحصل على الفاتورة وبكده نكون قدمنا لحضراتكم مجموعة من النصائح لها علاقة بشراء السبائك الزهبية بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة نلقاكم في نشرة اخبارية جديدة